موسيقى عشان نحكي اكثر عن كيفية والنصائح الوقائية للتعامل مع الثروة الحيوانية وايضا الثروة الزراعية بخصوص الحالة المطرية وحالة عدم استقرار الجو القادمة معانا الان السيد لورنس المجالي الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة سيد لورنس صباح الخير صباح الخير سيدي بدنا نحكي مع بعض اكثر عن النصائح اللي منوجها للاخوة المزارعين والاخوة اللي عندهم ثروة حيوانية للتعامل مع الامطار الغزيرة والسيول الممكن انه نتعرض لها صباح الخير على الجميع صباح الخير على كل المشاهدين والمستمعين يعني هذا المنبر الألامي حقيقة ايام الخير اللي بتعمنا ان شاء الله والامطار القادمة احنا بدأينا مجموعة يعني من الرسال لاخواننا المزارعين المملكة خاصة مناطق انتاج والثروة الحيوانية احنا بنأكد في ظلها الظروف الجوية للحفاظ على سلامتهم وسلامة منتجاتهم اولا ودائما الاتعاد عن مجاري السيول والوديان خاصة لمربين الثروة الحيوانية مربين الدواجن والأغنام والأبطار تنظيف ساحات الحظائر الخارجية مناطق التطريق داخل الحظائر ايضا يعني بتلافل ثهاب ضرع والظلف لدى الحيوانات احماية المواليد من البرد وخاصة الفترة هاي من التيارات الهوائية نظرا لحالة عدم الاستقلال الجو اللي ممكن تشهد رياح قد تكون لها أثر سلبي على المواليد الصلاحية الحظائر تشرب المياه من الأسقف هاي اهمية كبيرة لدى اخواننا مربين السربة الحيوانية ايضا حاطة جدران الحظائر يعني عقل ما فيها يعني نشوف مناتق دخول وخروط الهواء داخل الحظائر هاي اهتمام بها يعني اهتمام بما يخص الأغنام بالنسبة لتسادي التزاحم بين الحيوانات داخل الحظائر هاي ضرورة تغير المفاجئ في العليقة العنفية عدم تغيير في العليقة العنفية خلال خاصة المرائب في فترات الليل مع انخفاض درجات الحرارة اه ايضا يعني اللي تشهد ولادات الآن التركيز على التدفئة من ولادات الاغنام وايضا اه صورة بالنسبة للدواجن البركتات الدواجن تلافي دخول المياه اه توفير التهوية عدم تعريضها للتيارات الهوائية تأمين جرار الغاز في وقت قبل دخول حالة عدم الاستقلاج الجوي او المفافضات الجوية وهي ضرورة اه التأكد من صلاحية المباني الخاصة بالدواجن الحفاظ على درجة الحرارة ما بين 14 ك18 درجة مئوية اه يعني نسمنا من اخواننا جميعا سواء كان مربين الدواجن او الأغنام اخبط خيطة الحضار خاصة في المعتغير الحالة الجوية وزيادة السقوط المطري مربين النحل ايضا يعني الابعاد خلاياهم على مجال السيول يعني هذه ما زالت المعلومة موجودة من منذ بداية الموسم نوجه اخواننا الابتعاد عن السيول ومجال الوديان بالذات ايضا عدم كشف الخلايا كلا خلايا النحل عدم كشفها خلال سترة وجود رياح هذه مجمع الارشادات التي تقدمها وزارة الزراعة انا تمنى من اخواننا المزارعين التواصل مع ارقام الارشاد الزراعي في مدريات زراعة الزراعة في محافظات المملكة حول اي سؤال حول اي استفسار حول ارشادات متابعة وزارة الزراعة وصفحات الارشاد الزراعي الوقوف على اي موضوع بخص الارشادات الزراعية فيما يخص الفترات تغير الباكس نعم سيدي بدنا نشكر وجودك استاد لورنس على الهواء مباشرة معنا عبر موقع تقص العرب وبرنامج جوك وان شاء الله هاي النصائح تكون وصلت للاخوة المزارعين ونتمنى ايضا ومنأكد على حكيك انهم يخدوا الحيطة والحذر بدنا نشكر وجودك معنا استاد لورنس شكرا للك يا اهلا وسهلا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة